بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى لتيشوف هات الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدامه جداد والناس للتحقب هات القناة ان شاء الله تكونوا يا ربي في هات شهر رمضان تكونوا بالخير والرباح وكل ما تمنيتوه يا ربي ان شاء الله يوصل رمضان ويلقاكم يا ربي بالصحة والعافية وكل ما بغيتوه في حياتكم يا ربي اذا الناس اللي بغين طاقة ايجابية قبول رائع ان شاء الله شهر شعبان وليلة شهر رمضان اذا قبول بطرطق رائع اللي دارتو ان شاء الله يكون عندها الخير والرباح ثلاث وصفات رائعين ان شاء الله غدندرهم وغدنحصلوا على قبول رائع ولكن اجي ان شوفوا علاش ما عندناش قبول والوصفات اللي تنديرو ما تنجحوش معانا كينين بعد النساء احطوا ليتعليق على اساس انهم تديروا تديروا وصفات ولكن ما تنجحوش معاهم تكونوا عندهم عوارد خاصك تتحيدي العارد خاصك تقرأي القرآن وتوقفي العارد ان كان قارين وان كان عارد لابد ان كل حاجة تتوقف عند حدا اذا بديت تقرأي القرآن وبيديت تتحيدي عليك طاقة تنحص ديلك العارد تبدأ يتلاشى وبيديت يضعاف وبيديت يخاف منك الوقت اللي تزيدي القرآن هو تيدعاف وتتقوينتي عليه بإذن الله وتيبدأ يخليك في حال سبيلك اذا العوارد لا خديتي القرآن باش انك يتحيديك على العوارد غيرت تأخذي واحد الورد ديلك والدوم عليه يكون صغير ولا كبير المهم كل واحد واستطاع دياله إذن ولو تخذي غير ورد ديال الفاتحة بعدد معين من واحد وخمسين أو خمسة وخمسين مرة تقرأيها في اليوم وتقرأيها على ماء وتشربها أو واحد وعشرين مرة كل يوم وتقرأيها وتدري الدعاء ديالك وأي حاجة طلبتها من عند الله سبحانه وتعالى غيرت يحققها لك الناس اللي بغيين الورد ديال الفاتحة يحاولوا أنهم يخذوا كل ليلة هي صالحة للرزق ويجلب المطالب وصالحة لفتح النصيب اسم الفتاح يفتحوا جميع الأبواب باسم الفتاح يكون عندكم قاعد أبواب مفتوحين لأن الإنسان يخذ ورد دياله اسم اللاطيف اسم الباسط اسم الجواد اسم المجيب قاعد أسماء كلهم طاقة نورانية خذوا طاقتكم من أسماء الله الحسنة باش تقواه وخذوا اسم واستغفار بحال استغفر الله القوي استغفر الله القوي استغفر الله القوي غادي تكون عندكم أولا استغفار وقوة باسم القوي أي موضوع بغادي تدخلي لي وأي حاجة بغادي تدخلي لي غادي يكون عندك القوة من عند الله لأنك طلبت استغفار وطلبت القوة باسم القوي إذن أحبابي القوة باسم القوي غادي يكون عندك قوة في الصحة في العمل في حياتك الزوجية إلا ما كتيش من زوجة هيعطيك الله القوة في الدراسة في بداية مشروع زواج أو أي حاجة ولكن اليوم الوصرة ديالي هي ثلاثة وصفات بمكونات عندك في الدار مكونات غادي إن شاء الله تديرهم وغادي نعطيكم الطريقة والوقت اللي تبغوا أنكم تروحوا لأي مكان غادي إن شاء الله تديرهم وإنتوا ما عندكم يقين وحدها غادي تهزاء معاك ما بين الحمالة الصدر وحدها غادي تبخري بها وحدها غادي تديرها في الحداء ديالك إذن الناس اللي باغين أول وصفة هي ديال الحداء يكون عندك قوة وترضي النحس الناس اللي دائما ستمشي لأي مكان تيكون عندها نحس تيكون عندها تخبطات في الأمر تتكون دائما ما عنداش تيقى في النفس دي ما تتكون مهزوزة تيكون خوف أو تيكون عندها عارض وتيرعبها أو القارين اللي تعطيها طاقة الوسواس وتيعطيها الخوف تتكون دائما خائفة إذن كل شيء تيتعالج بالقرآن إذن البنت اللي عندها المشكل في أنها حضورها ضعيف الحضور ديالها ضعيف تتكون دائما مهزوزة دائما عندها خوف ضروري تدير هاد الوصفات لأنهم رائعين ومجربين إذن عدنا هاد المكونات في المنزل عدنا القرفة عدنا الهيل عدنا هاد القوزة أو جوز الطيب هادوا رائعين في جلب الرز إذن إحنا في المغرب سنقول لها القوزة النس اللي في المشارك تيقول لها جوز الطيب بحلد الإسم إلا ما كانتش خاطعة إذن ناخد وحدة نخليها غير الوقت اللي نخرج الوقت اللي نكون خارجي لأي مكان أي مكان دراسة عمل لقاء أي حاجة غادي نشد رجلي اللي يمنع رجلي اللي يمنع بحال هادوا الحداء بحال هادوا الحداء غادي نحق شوية بالمبشرة بحال هادوا الحداء هذا مثل غادي نحق بالمبشرة ونحطه في الحداء رأى عندي هاد الوصفة في القناة ولكن أنا نعود لكم مع ثلاث وصفات هتكون عندكم طاقة إيجابية في دخول شهر رمضان أي حاجة أي عراقيل غادي تحيدوها في هاد الشهر الكريم في في التعبد في الصلاة فيه كل شيء في الدعاء كل شيء مستجر بحول الله وقوتي حاولوا أنكم تستغلوه في التسبيح والأذكار والصلاة على الحبيب بقوة وكونوا ربانيين وربي غادي عونكم في كل الأمور إذن غادي نحق غادي نبشر شيء قليل في رجلي لطرد النحس لطرد النحس وجلب القبول غايكون عندكم قبول رائع سبحان الله ونخلي نحق غير شوية ونلبس الحداء دي بغيت نديرهم في رجلية بجوج ليمنية والإصرية غا نديرها بغيت نديرها غير في ليصرية نديرها بغيت نديرها غير في ليمنية غادي نديرها ولكن غادي تحسي بالفرق بأن القوة القوة ليلها رائعة رائعة بإذن الله غيكون عندك طاقة إيجابية لأنه في علم الطاقة رائعة رائعة هاد القوزة أما البنت اللي تكون خارجة وما عنداش قبول ما عندهاش دائما هي محتارة بالزهر ديالها وغادي إن شاء الله تكون مظهرة على هاد الوصفة إن شاء الله هاد القرفة اللي تتكون بحلكة هاد القرفة اللي تتكون بحلكة غادي نكتب فيها هاد الاسم اسم الودود ثلاث مرات وغادي نكتب الاسم ديالي يا ودود يا ودود يا ودود اسمك واسم أمك وغادي نكتب يا ودود ودني مع جميع خلقك مع جميع خلقك إلا عندك شخص معين او تتبغي شخص معين تكتبي اسمه ولو تقولي مع جميع النساء والرجال وتزيدي ضيفي الاسم المعين اللي بغيتيه لشخصك انك يكون معاك ويكون الود بينك وبينه هذي تديرها غير مرة في الاسبوع هيكون عندك دائما القبول ودائما الود الودود الودود يا ودود ودني مع جميع خلقك اذا هذي للحرق ولو انك ما تبخريش على الاسم ديالك هو محتوط تحطيه فوقها البطاقاز وتخلي هذك الاسم ديالك باسم الودود هيكون عندك قبول رائع اذا القرفة غدي نحاول قبل ما نحطها غدي الرشها بالريحة غدي الرشها بقليل من الريحة اذا عندنا الهيل اللي غدي ان شاء الله الهيل الهيل اللي غدي ان شاء الله غدي نحط فيه على حسب السنين ديالي عندي عشرين عام غدي ندير عشرين عام كل حبة غدي نقرأ لها آية وحدة كل حبة غدي نقرأ نقرأ لها هذي الآية او من كان ميتا فاحييناه واجعلن له نورا يمشي به في الناس او من كان ميتا فاحييناه واجعلن له نورا يمشي به في الناس هنقرأها بعدد السنين ديالي عندي ثلاثين عام هنقرأها ثلاثين مرة عندي عشرين عام غدي نقرأها عشرين مرة عندي احداشر عام غدي نكسب تل بنيات اللي ما عندهمش قبول في الدراسة تلوحها في تلوحها في الشنطة ديالها ديال الدراسة لأنها تبغي تكون مقبولة اذا غدي نضيف لها قليل من الملح للعين والحسد العين والحسد اذا الهيل قليل من الملح غدي نجمعها هاك في كتانة خضرة في منديل اخضر هاك وغدي نديرها مبين حمالة الصدر نخليها تحت رأسي ليلة كاملة وانبعد غدي ان شاء الله نحاول انني نهزة معيها ما تخطانيش نديرها دائما في حمالة الصدر اذا هالصريرة ديانا تبقى عندك من العام الى العام الى بغي تتخلصي منها غدي ان شاء الله بحول الله وقوتي تحاولي انك تحرقها غدي يكون عندك قبول وغدي يكون عندك دائما الوقت اللي تكوني خارجة غدي ترشي ثلاث رشات دي الرحة عليها وغدي يكون عندك ان شاء الله قبول رائع اذا احبابي تنتمنى الناس اللي بغين قبولات وبغين انهم يطردوا النحس ويطردوا التابعة غدي يحطوا وصفات خلوا لايك دعموا القناة وفعلوا الجرس وتابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة